نأتينا موضوع لايت اليوم لايت موضوع يعني رح يحبوا الستات والرجال لأنه كمان رح نوقف مع الرجال اليوم الصراحة اسمحوا لنا يا ستات يا حلوين مسيطرة الأغنية اللي ونزلت متمكنة كمان رهف قالتلي نزلت متمكنة صح شوفناها شوفناها وعندك يا رهف الغزالة الريئة مظبوط انت في بيتك غزالة ريئة ولا مسيطرة أنا غزالة مش ريئة رهف غزالة مفترسة غزالة نيمة موضوع خفيف لطيف هاتوا نشوف شو عندكم يلا شوفوا هذا النوع من الأغاني عشان نحكي هو عم بيأثر بالفعل على شخصية الصبايا والسيدات لما بيسمعوا هاي الأغاني كل واحدة فيهم تتقمص دور الأغنية انه هي المسيطرة أو هي المتمكنة أو هي البنت الأوية أو هي الغزالة الريئة يعني كل هاي الأغاني هي عفكرة بتعبر عن يمكن حالة نفسية أو صورة انت حابة انك تكونيها حتى لو انت ما كنتيها فإحنا بنهرب بالفن وبالميوزيك الواحد زي لما بيحضر مسلسل وبتقمص شخصية البطلة نفس الإشي فعشان هيك بتلاقوا كل البنات اليوم عم بيحاولوا يبينوا صورة انهم قواية وصورة انهم متمكنين وصورة انهم مسيطرين هلأ حلو هذا الاشي حلو انه الواحدة تتعلم كيف خلينا نقول تضبط مشاعرها تضبط تصرفاتها تتعود انها تكون بالفعل إنساني قوية بس انا بتمنى انه هادا الحكي يكون حقيقي يعني مش بس على تيك توك والانستجرام تمنى انه تاخدوا واحد بالمية من هاي القوة اللي بتدعوها بعدين تحكي لكم شغلة يعني بدأ اقولكم شغلة الست المسيطرة هي ست غير سعيدة هذا جيفن حتى لو هي كانت تعتقد بانه هي مستمتعة بهذا الدور ما في ست على وجه الارض بتحب ان تنقلب الادوار اللي خلقها رب العالمين ما في ست بتحب تحس حالة هي المتحكمة هي المسيطرة على كل زمام الامور هي اللي بتاخد القرار الحياة بتنهار بدونها هي العمود الفقري لهاي الاسرة مش هذا اللي صح الست بتستمتع انها تكون قاعدة جنب القبطان تستمتع تكون قاعدة جنبه ممكن تساعده ممكن يطلب رأيها وهو يجب طبعا انه تكون الحياة شاركية بس هي ما بتحب تسوق لا هي ما بتحب تكون القائد في في اي علاقة لانه اللي خلقوا رب العالمين انت الاساس الاساس مش انا عم بقلل انا من المرأة انت الاساس في انك انت تحمي وتحتوي وتدير بالك فالست المسيطرة خدوا مني غير سعيدة ولا عمرها رح تكون رهوفة فيه تلت امور بتحدد اذا كانت الزوجة مسيطرة او لا اه شو هما الزوجة المسيطرة تنتقد باستمرار وهاي اكتر صفة بكرهها الرجل تنتقده وتقارني بجوز اختك بوالدك باخوكي تنين المبالغة في الغيرة الست المسيطرة حتى لو جوزها كان بيروح من الشغل للبيت ومن البيت للشغل هي دائما عندها قناعة انه بيخونها تغير عليه كثير وعنده انسيكوريتيز ويضل حاس حاله مقصر عشان يضل ماخد الارض زي ما بيقولوا هدول الثلاث صفات اذا انتي بتمرسيهم بعلاقتك الزوجية وتعتقدين بانها علاقة ناجحة انتي غلطان سيدتي العزيزة هاي علاقة مريضة بالزبط لا وبعدين فيه شغلي على سيرة السيطرة هلا كتير حلو انه الست تكون بتعرف قيمة حالها وبتعرف قيمة شريكها بالحياة وحلو كمان كتير انه هي تكون شخصية ناجحة وشخصية خلينا نقول يعني طريقها واضح وراسمة لحالها طريق وكل هذا الحكي لانه بحس المشاكل عم بتزيد لما تغيرت شوي المعادلة بمفهوم المرأة والرجل يعني زمان السيناريو كان واضح الزلمة هو المعيل الست قاعدة بالبيت بتربي به الولاد دور مقدس ودور نبيل بس اليوم المعادلة اختلفت هي عم تشتغل في بعض الأوقات أو في معظم الأوقات ما عم تشتغل بس عشان تحقق رغباتها هي عم تشتغل عشان هي ويا يبنوا حياة ونمط حياة أفضل لإلهم ولأبنائهم فبس بالنص عم بيصير فيه خراب بالنص عم بتتشوه بعض العلاقات فانتي موضوع انه انتي امرأة ناجحة ولا انتي امرأة مسيطرة بشغلك هذا الحكي مش لازم ننقله معانا للبيت يعني الزلمة زمان كنا نقوله انه مشاكلك اللي بتصير عندك بشغلك مش مفروض تنقلها على البيت وانتي نفس الاشي إذا انتي مديرة وعندك شخصية مهمة بما كان عملك انتي مش مديرة بالبيت انتي زوجة انتي شريكته بالبيت ما فيش كلمة واحد هي لدي تمشي هاي المبادئ يعني وتغيرت الدنيا يمكن في ناس تسمع تقول شو ليش مين هيك بتعمل فيه كتير ستات هيك عم بعملوا للأسف والنماذج هاي حتى وان استمرت العلاقة الزوجية هي علاقة مشوهة انا ليش ليش يكون جوزي 24 ساعة مش طيقني او 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 مهددته انا بنجاحي او مهددته لانه اذا ما عملت هيك بيصير هيك خلينا نرجع لشوي مبادئنا القديمة والطيبة والتعامل بال يعني عن جد مرات بحيث عدد كبير من السيدات ويمكن احنا منكم عفكرة كلنا بنمرق بهاي المرحلة بتفور فينا الدنيا منبطل نعرف انه الصح من الغلط او بتتشوه شوي المفاهيم فاحنا اللي عم نقوله انه ما تضلك يعني ما تضلك عم تنفخي بحالك لدرجة انك انت رح تفعل وتفعل اللي حواليكي رهوفة انا في حلقة احمر بالخط العريض مع الاعلامي مالك مكتبي استفزتني جدا ست عندها ثمن ولاد بتحكي انه هي مسيطرة على جوزها بس في بعض العبارات التي قيلت في هذه الحلقة جد استفزتني بتقولك اول اشي الرجل لا يؤتمن الزلمة انا هذا جوزي ربيته زي ما ربيته ولادي واصلا الرجل لازم يتربه مرتين مرة ربيت امه ومرة ربيت زوجته فانا شعوري انت عن مين عم تحكي عن مين عم تحكي عن الرجل اللي هو انا على كتفه بسند كل همومي وكل اوجاعي على الرجل اللي هو نفسه بالدنيا يعني لي الكثير وبيحسسني بالامان شو هذا يعني احنا للأسف الشديد تلخبطت عنا المصطلحات وتشوهت المعطيات وصلنا الى مرحلة للأسف يعني مأسوف عليها في بعض الاحيان طبعا سمعنا عن حالات يتزوج فيها الرجل على زوجته من امرأة بسيطة امرأة بتحسسه بقوته وبتركز له على ضعفها ليش؟ لانه هو بده يفرط سيطرته كرجل هلأ مفهوم السيطرة اصلا بشكل عام انا بحسه سيئ من اي طرف من الاطراف الحياة مش سيطرة صح الحياة تناغم تفاهم تبادل افكار الحياة بناء مشترك فبتسمعي انه مثلا فلان تزوج من هاي الستة على مرته ليش؟ يديك ديب بتشوفي انه هو فقد رجولته هي التي تدير الدفة كل القرارات المصيرية او غير المصيرية ابتداءا من نوع اللبني اللي بدهم يجيبوه على البيت انتهاءا بالعريس اللي بده تجوزه لبنتها هي صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة هلأ غياب الرجل عن البيت المستمر كمان قد يكون له يعني تأثير لانه الزلمة مش موجود فهو ما بعرف فبالتالي هي بتضطر فبتصير ايش؟ بدها تسيطر بطريقة فلاهما هو بده يدلي بده لو بده انت شو عرفك انت بتيجي على البيت ساعة ما هو اوتيل مثلا فبالتالي السيطرة بكافة اشكالها سواء كانت من الرجل او المرأة هي سيئة اذا احنا داخلين على هذه المؤسسة الزوجية المقدسة على انه مين بده يسيطر اعرفوا انه تخيلوا انتو التنين بقارب والتنين اديكم على الدفة واحد بدي روح شمال والتاني بدي روح يمين وما في نقطة وسط رح تدهوروا صح ولا لا؟ صح مش رح تعرفوا الوجهة الصحيحة وراكم قاعدين ولادكم عم بيشوفوا فالولد رح يصير فيه عنده نوع من التشتت مظبوط طب وين لازم نروح يمين ولا شمال؟ مين الزلمة بابا ولا ماما؟ صح ولا لا؟ طبعا طبعا يعني للأسف انا بتخيل هاي هي مشاكل القرن الحالي اللي احنا عم منعيش فيه عشان هيك بتلاحظوا انه في سلبية كبيرة حول مؤسسة الزواج بشكل عام العزبية بقولوا لك يا عمي شوها المؤسسة وانا بشوف اصحابي المتجاوزين بتسألهم ما بتلاقي حدا مبسوط الا بعض الاستثناءات بس لانه زي ما بقولوا هيك الطاصة ضايعة ايه الطاصة ضايعة ما تخلوا الخلاف ينتهي لانه مرأة ثلاثة ايام فخلص انتهى هالخلاف خلوا الخلاف ينتهي وفيه لغة حوار بينكم الخلاف كيف ما بيرجع بيتكرر لما الرجل بيقول للزوجة انه انا بعتذر عن اللي بدر مني واحد اتنين ثلاثة انا ما كان قصدي هيك انا اللي ازعجني فيكي واحد اتنين ثلاثة وهي نفس الاشي لما بنعرف اساس المشكلة لما يكون في نية جدية من الطرفين انهم يكملوا هاي الحياة ما برجع بعيد اللي عملته ولا انا برجع بكرر اللي عملته او اللي قلته او خلينا نقول الايماء اللي صدر مني واللي ازعجك او دايعك فبالتالي لازم يضل في لغة حوار ولازم يكون في ثقافة اعتذار اذا التنين بدنا نضل بس انطبطب ونمشي هالحياة والملفات بتضل مفتوحة وما في اشي نحكى فيه العلاقة اكيد رح توصل لحيط مسدولك اشتركوا في القناة